الحرب على الإرهاب تنتقل من استراتيجيات المواجهات الكبرى إلى استياد المسؤولين في التنظيمات الإرهابية قارة أمريكية جديدة في شمال سوريا بطائرة من دون طيار استهدفت قياديا بارزا في جماعة حراس الدين المتحالفة مع تنظيم القاعدة في إدلب الجيش الأمريكي يؤكد أن هذه الاستهدافات ستعيق محاولات القاعدة لاستهداف المدنيين في أنحاء العالم فهل باتت الجماعات مكشوفة مع نجاح استهداف قادتها في الآوينة الأخيرة سأل ضيفي من واشنطن المدير التنفيذي لمركز السياسة الأمنية فريد فريدس أهلا وسهلا بك إلى غرفة الأخبار الآن منذ سنوات ونحن نشهد عمليات قتل قيادات إرهابية بطائرات أمريكية بدون طيار سواء في سوريا أو في اليمن حتى في أفغانستان لا نفهم طبيعة هذه العمليات لأن من لديه معلومات عن جماعة معينة لماذا يستهدف شخصا واحد القائد بينما ممكن أن يشن عمليات عسكرية ضد الجماعة كلها من دواعي سروري أن أكون معكم أعتقد أن ما هو مهم هنا هو أن هناك عمليات قليلة لقتل هؤلاء القياديين مثل القاعدة وداعش وطبعا هم حققوا نجاحات كبيرة في مناطق لا تسيطر عليها الحكومات فهم استعملوا سوريا مثلا كمسرح للانطلاق لإطلاق مجموعات إرهابية في العالم وقتلوا القيادات أظهر بأنه قد مثل انتكاسة بالنسبة لعملياتهم وقياداتهم ذلك الشخص الذي قتل هجم من قبل طائرة مسيرة حين كان على متن دراجة نارية وكان قد التحق بالقاعدة في سبتمبر 2021 هذا يظهر بأن إدارة بايدن أدركت بأن عليها أن تراقب توسع تلك المجموعات الإرهابية في تلك المنطقة وأن تقضي على قياديهم إذا سطعت لكن في إدلب تحديدا لدينا تنظيم القاعدة هناك وهو النصرة مهما غيرت اسمها في محاولات لتقارب هناك زعيم هذا التنظيم يحاول أن يتقرب من الولايات المتحدة كما شاهدنا في الفترة الآخرة صحفيين أمريكيين يذهبون إليه يتحدثون إليه وهو يقول أننا لسنا على خلاف مع الولايات المتحدة هل تقنع هذه الرسائل الولايات المتحدة من تنظيم النصرة جبهة النصرة لا أعتقد أن هناك أي علاقة ويمكن أن أضيف بأن هناك خمسة ملايين دولار على رأسه من قبل الولايات المتحدة ومجموعاته هي مجموعة مقربة جدا للقاعدة وأظن بأن هذه المجموعات الإرهابية تعيش في خطر لأنها معارضة للهجوم من قبل الولايات المتحدة نحن نعلم بأنهم يتوسعون في مناطق مثلا في أفغانستان ويعتقدون أن الولايات المتحدة لا يتصل إليهم وحتى في إفريقيا إذن مهما قال هؤلاء بأنهم يريدون العمل مع الولايات المتحدة نحن نعلم ما يفعلونه على الأرض وخاصة في القارة الإفريقية طيب إذا كان الوصول إلى قيادات هذه التنظيمات ممكن هذا يعني أن هناك عمل استخباراتي قوي لدى الولايات المتحدة ما الهدف من استياد القيادات بدلا كما ذكرت من شن عملية لإنهائهم تماما لأنه كلما يتم استياد قيادي يتم تعيين قيادي آخر هل من نتيجة لهذه العمليات؟ بكل تأكيد سيكون فعالا أكثر لو هوجبت كل المجموعة ولكن هذا صعب جدا ولو افترضنا بأنه مثلا كان هناك في بناية فهناك أضرار جانبية بأن يقتل مدنيون النساء والأطفال الذين يكونون بقربهم أما الآن ففرد يقتل وهو يركب طبعا دراجة نارية ولم يقتل أطفال وهذا يشكل انتكاسة للمجموعة كما قلت أنا آرى نقطتك نعم هذا سيكون فعالا أكثر لو قضينا على المجموعة ولكن هذا صعب جدا ومكلف طيب الآن فيما يتعلق بهذه التنظيمات هل هناك قلق بأن هذه التنظيمات التي تنشط الآن سواء القاعدة أو داعش في سوريا، اليمن، أفريقيا هل هناك قلق من أنها ما زالت تفكر بشن هجوم قوي على الولايات المتحدة أم أنه تم إضعافها وإشغالها بانقساماتها الداخلية لدرجات ما عادت فيه تؤثر خارج حدودها الجغرافية أنا أتفق معك بأنها أضحف مما كانت عليه سابقا ولكن أعتقد أنهم يخططون للقيام بهجمات ضد الولايات المتحدة وأوروبا ومناطق أخرى ولكن الأشياء التي تمنعهم هي أن الآن هناك أمن أكثر في الأسفار والرحلات ولكن رأينا هجمات إرهابية دائما منذ 11 من سبتمبر وأعتقد أنهم سيواصلون ذلك المشكلة بالسماح لهم بالنمو وبالترعرع كما يقال في مناطق لا تخدعوا للحكومات هي بأنهم سيخططون لهجمات إرهابية عالمية لذلك من الجيد أن نراقبهم طيب ما هو دور القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة على الأرض سواء ضد داعش أو تنظيم القاعدة مثلا قوات سوريا الديمقراطية في سوريا هل هي المصدر الأساسي مثلا للمعلومات الاستخباراتية لأنها لا نجد قتالا بينها وبين تنظيم القاعدة إلا فيما ندر يعني لا تستخدم للهجوم عليه لكن هل وظيفتها تأمين الدعم اللوجيستي والاستخباراتي فقط؟ طبعا أنا لا أقول لك من أين تأتي هذه المعلومات والمعلومات الاستخبارية بكل تأكيد الولايات المتحدة تعمل مع كل حلفائها في المنطقة لملاحقة هؤلاء أو تلك المجموعات الإرهابية لجمع المعلومات عنهم وأيضا لتعزيز الأمن في المنطقة أعتقد أن هذا عمل جماعي ولذلك فمن الصعب جدا العمل بالنسبة لتلك المجموعات هم في مناطق لا تخضع لسيطرة الحكومة السورية ولكن يمكن أن يراقبوا بطريقة أسهل من أفغانستان لأننا ربما لا نستطيع ملاحقاتهم هناك وحتى في إفريقيا حيث لا نود أن نذهب إلى هناك طيب بالطبع لن تعطيني مصدر المعلومات ولكن ماذا عن التعاون الدولي والإقليمي ولن تحدث عن تركيا تحديدا لأنه شاهدنا مقتل أكثر من قيادي إرهابي سواء في إدلب أو من داعش على الحدود التركية أو بالقرب من الحدود التركية أو في مناطق يسيطر عليها الجيش التركي هناك حديث عن أنه في خلاف أمريكي تركيا حول هذه العمليات التي تقوم بها الولايات المتحدة في إدلب تحديدا تركيا ربما تعد كما يقال الورقة الأغرب هنا لأنها تلاحق مجموعة أو حزب العمالي الكردستاني وتلاحق طبعا الأكراد الذين يساندونها في سوريا أي الحزب الديمقراطي وطبعا لا يمكن استهدافهم فالولايات المتحدة لا تعتبر تلك المجموعات الرهابية ولكن تركيا لديها نعم استخبارات قوية ولديها طرقها في ملاحقة تلك المجموعات أما فيما يتعلق بالتعاون مع تركيا هناك بعض المشكلات لأن الولايات المتحدة وتركيا لديهم أهداف مختلفة وتعملان مع مجموعات مختلفة في سوريا أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من واشنطن مدير التنفيذي لمركز السياسة الأمنية فريد فليتس ترجمة نانسي قنقر